والدولة أيضا عليها أن تؤمن أنه إحنا اليوم الفجوة ما بين الدولة وليس بين الحكومات ما بين الدولة وما بين الشارع وصلت إلى مرحلة مرعبة ومرحلة خطيرة ومرحلة الفترة القادمة إحنا وصلنا ثقوف غير مسبوقة من الشيك وصلنا خطاب راديكالي غير مسبوك وصلنا حالة احتجاجية مزاج اجتماعي وسياسي في الشارع مرعب أنا لسه بعد كورونا جاي على ارتفاع معدلات البطالة والفقر كان في نظرية داخل الدولة أنه يا أخي أولويتنا اقتصادية أنا من هون ومن هذا البرنامج بقول لك يا أخي أولويتنا اقتصادية إن شاء الله بس لن تحل الأزمة الاقتصادية بدون حل سياسي أنت ما عندك حل اقتصادي يا أخي روح على الحل السياسي انفتح على القوة دخل الناس اليوم عندك أزمة نخبة سياسية جلالة الملك نفسه مش أكثر مرة قال وين رجال الدولة طيب طلعونا رجال دولة عندك جيل شباب كامل اليوم عنده مطالب عند أولويات وين جير الشباب اليوم في صنع القرار وين جير الشباب في المحافظات وين الدولة التي تقدم خطاب لجير الشباب وين جير الشباب اللي يخاطب الدولة فالإصلاح السياسي ضرورة ماسة وبيده جدية وبيده مصارحة ومكاشفة ومش بدنا نضحك على بعض ونحكي بلغة دبلوماسية في الموضوع طيب أسمع رأيك أستاذ وفاء والخلاف على تعريف الإصلاح السياسي موجود وخلاف جوهري بين القوى السياسية بين الشارع بين وفي أروقة الدولة كذلك والكل يريد إصلاح سياسي هذا الحديث اليوم موجود وهناك نية وإرادة ورغبة بوجود هذا الإصلاح واليوم أين الأرضية التي يمكن أن نبدأ من خلال الحوار للوصول لإصلاح سياسي نريد كل عام وأنتم بخير وبلدنا إن شاء الله وقيادتنا وشعبنا بألف خير بمناسبة عيد الاستقلال بالحقيقة أنا بعتقد بأن المفاهيم ليس عليها خلاف لأنها واضحة وعامة ومجردة كما نقول نحن القانونيين وهذه مفاهيم مستقرة في كل العالم وفي كل الدول لكن يبدو بأن الطريقة وترجمتها أو توطينها أو أردنتها هو ما دائما يتم الخلاف حوله بالحقيقة بأن أخي محمد أنا بعتقد بأننا ندور كثيرا ونتحور كثيرا حول الديمقراطية الإجرائية ونكتفي بشكل الديمقراطية دون أن نمس الأساس الحقيقي والجوهر الحقيقي للديمقراطية وهو تفعيل دور المواطن في صناعة القرار ومشاركته وانعكاس إرادته المباشرة على أدوات التنفيذ المتعددة سواء حكومات أو برلمانات يجد المواطن الأردني بأنه لا يستطيع أن يفعل شيء للحكومات المتعاقبة التي لم تغادر لغاية هذا اليوم مربع المحاصصة ومربع العلاقات الشخصية وأيضا في أغلب الأحيان يفقد الثقة في البرلمانات المتعاقبة أيضا ليس برلمانا واحدا موسيقى